من جهته أكد مدير إعلام وعلاقات وزارة الداخلية اللواء سعد معا أن القوات الأمنية سهلت تصير عمل الإعلاميين ولم تمنع أي منهم من تغطية تظاهرات مشيرا إلى أن القوات الأمنية لم يكن بحوزتها أي سلاح حريصين كقوات أمنية وكوزارة الداخلية أن يكون هناك الطلاع مستمر للرأي العام على مجريات الأمور ولو لاحظوا تواجد للأخ اللواء يحيى واللواء تحسين ونحن متواجدين في تسهيل مهام الأخوة الإعلامين ولم يكن هناك أي قضية منع لأي إعلام بالتواجد على مدى الساعات الماضية وتغطية هذه التظاهرات وهذه المناسبة أيضا كان هناك تنفيذ توجيه سيد القادر العام لقوات مسلحة بالوقوف دقيقة صمت لقراءة صورة الفاتحة ترحم لشهداء العراق وشهداء هذه الانتفاضة القطعات الأمنية كما قلنا لم تستخدم أي سلاح ولم يكن في جعبتها أي سلاح